لأن بقاء النبي صلى الله عليه وسلم وبقاء أبي بكر وبقاء علي أعطى أمان لبقية الصحابة أن يهاجروا يعني قريش تشوف أهم الشخصيات الرسول صلى الله عليه وسلم وأمو بكر جاكسي إذن يذهب من شاء أن يذهب فالطنطاوي يقول النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أصحابه وبقي في مكة مثله مثل الربان الذي إذا أوشكت أن تغرق السفينة جعل همه كيف ينقذ جميع ركابها ويخرج من السفينة آخر واحد فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل الصحابة يهاجرون وهاجره آخرهم حتى يعقل أمان لصحابته أن يهاجروا وينتظر إذن الله عز وجل له بالهجرة وكان طوال هذه الفترة يتردد على أبي بكر الصباح والمساء يديرون أمر هذا الشأن وأمر الهجرة أبو بكر رضي الله عنه استعد للهجرة يستأذن النبي فيقوله النبي انتظر انتظر فاشترى أبو بكر راحلتين وجعل يعلفهما ورق السمر وهو أطيب ما تطعم به الإبل في مكة لأن مكة شحيحة النبات فيذهبون إلى شجر السمر ويحطون ورقه ويطئبونه إبلهم حتى تشتد لهذا السفر قالتها إيش رضي الله عنها فلما كان ذات يوم أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا يعني متلثم قد غطى وجهه متى أتاكم أتانا في نحر الظهيرة نحر الظهيرة يعني ساعة الزوال يعني الساعة الثانية عشر والنصف تقريبا بتوقيت مكة المكرمة هذه الساعة هي ساعة زوال الشمس هذه هي أشد ساعات الحرارة في مكة هذه الساعة هي في مكة مثل آخر الليل في غيرها يعني ما يمكن تشوف أحد يمشي في الطريق لشدة الحر الناس كلهم مكتنون في بيوتهم فما يخرج أحد في هذه الساعة إلا لحاجة ملحة شديدة فاختار النبي هذه الساعة ساعة السكون والغفلة أن يخرج فيها متقنعا حتى لا يعرفه أحد حتى وصل إلى بيت أبي بكر فلما جاء الخبر إلى أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أتى قال بأبي هو وأمي ما أتى به هذه الساعة إلا أمر يعني إلا أمر طارئ مهم من يأتي للناس في هذه الساعة ما أحد يخرج فخرج أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم وتلقى وأدخله فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وجلس عنده كان أبو بكر جالس ومعه بنت عائشة وبنت أسماء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أخرج من عندك يعني فيه كلام خاص قال يا رسول الله إنما هم آلك يعني زوجتك عائشة وأبنته أسماء ففتركهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا دل على أن أبا بكر واثق أنهم يحفظون الكلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر فإنه قد أذن لي بالحجرة شكرا 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 شكرا